لا نسيان بعد اليوم العشبة المعشسة في التخلص من مشاكل النسيان العشبة التي يستخدمها الصينيون لآلاف السنين تحسن تدفق الدم في كل أنحاء الجزم وخاصة للدماغ كما أنها تعمل على تقوية الذاكرة بشكل جد جد ممتاز وتحسين من وظائف الدماغ والوقاية من حالات الخرف والسهايمر أشخاص لتعاني من النسيان اليوم سأقدم لكم أهم عشبة ممتازة جدا من الدرجة الأولى لأنها تحافظ على تقوية الذاكرة كما أنها تعمل على تقوية عضلة القلب والوقاية من النوبات القلبية والتخلص من الجلطات أرجو الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا ولن أطيل عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لهذا الصينيون عندهم ذاكرة قوية جدا هاته العشبة تعالج أيضا حتى طنين الأدنين وبرودة أطراف الأصابع من هم الأشخاص الذين عليهم تناول هاته العشبة ومن هم الأشخاص الذين لا يجب عليهم تناول هاته العشبة بالنسبة للصغار هل ممكن تناول هاته العشبة عشبة الجينكو بلوبا رمتواج ددبة في العالم كله بقومها حتى النهاية مش نعرفه يعني بزاف ديال يعني المعلومات على عشبة الجينكو بلوبا عشبة الجينكو بلوبا مفيدة أيضا في الوقاية من الإصابة بمرض سهايمر وتعمل على الحفاظ على خلايا الدماغ العصمية كما تعمل العشبة على تنشيط تدفق الدم يعني تدفق عفوا دورة دموية وبالتالي توسيع الأوعية الدموية وتنشيط الداكرة بشكل جد ممتاز لهذا الأسيويين عندهم ما شاء الله داكرة قوية يعني حتى بعض عمر يعني السن تسعين مئة عام تتلقى عندهم داكرة قوية وما عندهمش نسبة ديال الخرف بحال نحنا من فوائد ديال جينكو بلوبا للشعر ناس اللي عندهم مشاكل الشعر عندها واحد القدرة عجيبة تتغذي لنا البصيلات الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية في جميع أنحاء فروة الرأس وهذه يعني تسرع عملية نمو شعر ناس اللي عندهم مشاكل شعر يتناولوا أو يشربوا عشبة الجينكو بلوبا هذه العشبة أيضا تخلص الأشخاص اللي عندهم اكتئاب وأيضا القداء على التوتر والقلق وتحسين من الحالة المزاجية خاصة بالنسبة لكبار السن ناس اللي هما كبار في السن يعني شربوا هاد العشبة هادي العشبة الجينكو بلوبا را متواجدة كيف قلت لكم دابة وراه تتحسن يعني تضفق الدم في كل أنحاء الجسم هادك شيء علاشة قلت لكم راهم زيانة للأشخاص اللي عندهم برودة في أطراف الأصابع ولكن ما تمنعكمش باش ديروا لنا واحد لايك فضلا وليس أمرا باش نستفدوا جميعا بالنسبة لعشبة الجينكو بلوبا أيضا نرا فيها مواد مضادة للأكسادة لستعمل على تحيير الجذور الحرة واللي تضرب الخلايا والأنسجة ومن ثم فهي تعمل على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية وتساعد على إصلاح تلف الخلايا كم هي النسبة المسموح بها وكم من هم الأشخاص الذين لا يجب عليهم تناول هذه العشبة أول شيء الجرعة الموصة بها العلاج الاترابات المعروفة واللي دوينا عليها 120 إلى 240 ميلي جرام في اليوم بالنسبة للأشخاص يعني الصغار ما يتناولوهاش من 14 لسنة الفوق ممكن تناول عشبة الجينكو بلوبا أيضا الأشخاص اللي عندهم يعني تشربوا الدواء اللي تجري الدم يعني مثل الأسبيرين ما يتناولوش عشبة الجينكو بلوبا لأنها تزيد تخفف لنا الدم فما نشربوهاش مع الأدوية وأيضا مع التوم لأشخاص اللي تتناولوا التومة بزاف بكثرة وخصوصا إلا كانت تومة خضراء يعني نيئة ما يتناولوش هاد العشبة أيضا نساء الحوامل الأشخاص اللي عندهم مرض السكري لأنها كنت نقولو تزيد تنزلينا السكار وبالتالي إلا كانوا الأشخاص يشربوا الدواء ديال السكار مع الجينكو بلوبا را ممكن يدخلوا في غيبوبا كيفاش نتناولوها يعني اللي ما عندوش هاد المشاكل هادو هادين ناخدوا واحد القدر ديال يعني 120 ميلي جرام كيف قلت لكم 240 ميلي جرام يعني فقط يعني غدين ناخدوا غير شوية هكا غرب الأصابع ديالنا ما نكتروش منها ونغسلوها مزيان وتنكبو عليها الماء الساخن يعني نصب عليها الماء يعني حتى يغلي ثم نصب عليها الماء يكون ساخن جدا يعني ما نغليوهاش وما نطبخوهاش فوق البوطة فقط تنقع في الماء الساخن يعني بعد أن تبرد يعني نشرب يعني كأس في الصباح يعني يوم بعد يوم أو يعني ممكن كل يوم يعني مدة أسبوع ومن بعد يوم بعد يوم ممكن نشرب هاد العشبة ولكن ما نكتروش منها يعني قد نتشربوها واحد شهر ونتوقف شهر أو يعني شهر وانا